كما صدق بجلس الحكومة أيضاً على مشروع المرسوم الخاص بتحديد أشكال إعانة الدولة لدعم السكن وكيفية منحها لفائدة مقتني مساك مخصصة للسكن الرئيسي قدمه الوزير المكلف بالعلاقة مع البلمان الناتق رسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس نيابة عن وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري بعد ذلك توقف السيد رئيس الحكومة عند الدعم المخصص للسكن الذي يعد خطوة هامة لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية تفعيلاً للإرادة الملكية السامية وذلك من أجل تعزيز قدرات المواطنين على الولوج للسكن المناسب اعتباراً للأهمية البالغة التي يحتلها توفير السكن في حفظ كرامة المواطنين وفي هذا الإطار أكد السيد رئيس الحكومة أن الدولة حرصت على تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن من خلال تقديم مساعدة مالية مباشرة لأول مرة للمشتري حيث تسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج الذي يمتد على خمس سنوات ما بين 2024 و2028 إلى تيسير ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن وتقليص العجز السكني وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج الطموح إلى تعزيز الدينامية الاقتصادية وإعطاء دفعة قوية لقطاع السكن